ليست العبرة أن تأتي بالتوحيد قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتأتي بحقوق هذه الشهادة فحسب كلا بل لابد من الحذر من نواقض التوحيد وقد أستفت لكم كلمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كشف الشبهات قال إن من قال إن التوحيد قد علمناه فهو من أجهل الناس ولذا يخشى حتى على العالم الذي تعلم من علوم الشريعة أن يقع في الشرك وهذا مشاهد ولذا ترى من هو عند هذه القبور مؤيد من قبل كلام علماء ولا يعني أن من كان عالما أنه لا يزل ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولذا قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فليس كل من نطق في علم من علوم الشريعة أنه على هدى كده إنما هي أقوال وعلم يعرض على الكتاب والسنة فما وافق منها الكتاب والسنة فيقبل وما خالف يرد وهذه أقوال لإمة أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد نقل عنهم أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعدل عنها إلى رأي من آرائهم أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث فعلى العين والرأس الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي رحمه الله يقول أشهدكم أنه إذا خالف رأيي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عقلي قد ظل فاخذوا برأيي واضلبوا به عرض الحائط فهذه أقوالهم تواترت على عرض آرائهم على الكتاب والسنة وهذا هو منطلق قاعدة الشرع التي قال عليها الصلاة والسلام في حجة الوداع كما عند مسلم في خطبة عرفه قال تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله جاد مالك في موطئه وسنتي ترجمة نانسي قنقر